والله يشوف الحاجة الباهية في الكورة اسلام انك دائما تتعلم انا بعد خمسين سنة كورة تعلمت اللي ثم الديسبوزيتيف تاكتيك جديد هو لو كاتر كاتر آ كاتر كاتر آ معناتها كيفاش جماعية كاتر كاتر آ كان يقصيد كاتر كاتر آ معناتها كيفاش جماعية ترعب عشرة لاعبين لانه مساكني ما كانش موجود ببارح في المباراة الحاجة الثانية منعرفش كنت تذكر من اثن مرة الاخرة بعد ماتش السودان تكلمنا قلت لك اهم شيء معنا من اهم الاشياء انه يلزمنا نعرفه بصفة نهائية مش انا برك الفريق الوطني ايضا والمجموعة والفريق يلزم يعرفش كونه حرس المرمى الاول مش منتحوش فالاختاء تعرف في كأس العالم الاخيرة وفي كأس الافريقية الاخيرة ومعز حسنه ويحد يرعب احنا يلعبش والاخر فاضلو على ذاك وقت قلت ذاك معنات عارب شنو اللي نقول البارح تصور انه نيجيريا تسجل الهدف الثاني توالي لعب اخرى توالي لعب اخرى والنجم ناكله سكور كبير الواحد واحد مش حاجة خارق العادة وقعدنا معناتها مباراة كاملة معناتها طونحكي وبعد معناتها في الدفاع لكن كانت نجم تكون مباراة اخرى كارثية اللي ظهر اكثر النواقس الحالية متاع الفريق الوطني لكن جاء الوقت انه ناخذوا قرارات حاسمة فاللاعبين اللي انه صنبا كومبيتيتيف عندهم برشة واللي يلعبوا على يسميهم واللي يلعبوا لانه ثم ناس يهبطوا ما معناتها يعيتولهم في القائمة ويلعبوهم بالسيف بعد احنا المباراة لولا ونكمل بعد المباراة لولا تصورنا انه المساكني مش يكون على اقل بناك لا المرة هذي يلعب من لول للاخر الناس ما يلعب من لول للاخر ما يخرج الا ما يهز يده هو يقول انا مضروب هل هو مش مضروب لانه ما عادش ينجم حتى المشيان على الملعب ما كانش معناتها في الاخر ما عادش ينجم حتى يمشي